دول خليجية تقرر تحصين اقتصاداتها من التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا عبر اعتماد حزمة اجراءات اقتصادية المملكة العربية السعودية علنت عن برنامج بقيمة 50 مليار ريال لدعم تمويل القطاع الخاص كما اعتمدت الامارات العربية المتحدة خطة شاملة بقيمة 100 مليار درهم لدعم الاقتصاد وحماية المستهلكين والشركات اشتركوا في القناة نرحب بضيفين من جدة الباحث الاقتصادي والسياسي الدكتور خالد باطرفي ومن المنامه المستشار الاستثماري والخبير الاقتصادي السيد اسامة معين اهلا بضيوفي جميعا ابدأ مع الدكتور خالد دكتور خالد اذا دول خليج لدول مجلس تعاون لدول خليج العربية بالطبع اتخذت قرارات ميزانيات ضخمة لدعم الاقتصاد خصوصا في هذا التوقيت الذي يعني يسبب فيه فيروس كورونا ازمة اقتصادية واجتماعية ويعني لها ابعاد مختلفة اولا كيف تقيم هذه الاجراءات على ضوء الاجراءات المتبعة عالميا لمساعدة الاقتصاد في هذه الظروف الاستثنائية المقارنة بين ما فعلته دول خليج وبين ما فعلته دول متقدمة في اوروبا مثلا يأتي لصالح دول الخليج وباعتراف منظمة الصحة العالمية في الوقت الذي تباطأت في دول كبرى مثل ايطاليا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وغيرها في اتخاذ الاجراءات اللازمة في الوقت المناسب سارعت الدول الخليجية الى اتخاذ اصعب القرارات وقامت بما يجب ان تقوم به وكانت متقدمة بخطوة على كل التوصيات التي تأتيها من منظمة الصحة العالمية ولذلك ولله الحمد استطعنا ان نسيطر على الوضع باكثر مما استطاعت هذه الدول ان تسيطر عليه الوضع في المانيا كارثي وميتكلمون عن حوالي 70% من السكان معرضين للاصابة الوضع حتى في الولايات المتحدة التي لم تسارع الى وقف الطيران مع اوروبا كما فعلنا نحن ولذلك انا بالعكس اثني على ما فعلته دول الخليج بعض الدول ربما كانت اسرع من الدول الاخرى ولكن في النهاية الجميع الان يسير على نفس الخط وبنفس الوتيرة دكتور خالد كنت اتحدث عن الجانب الاقتصادي من الشقي في السؤال نعم الجانب الاقتصادي السعودية كما ذكرتم في تقريركم وضعت حوالي 50 مليار ريال لدعم الاقتصاد المحلي الامارات فعلت ذلك ايضا لا اعرف عن بقية الدول معنا ضيف من الكويت ربما يفيدنا عن ما فعلته الكويت ولكن هذا يأتي في وقت مهم للغاية لان هذه المؤسسات خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي اكثر متضررة يعني اليوم مثلا في السعودية توقفت المطاعم عن استقبال الضيوف المطاعم والمقاهي تدريجيا بدأت تقلص من زبائنها بتقليص خدماتها اليوم اصبح فقط لهم ديليوري وشراء الخارجي لم تعد تستطيع ان تستقبل في الداخل وهكذا كثير من المحلات وكثير من الجهات التي تعتمد على السياحة الدينية على سبيل المثال تعليق العمرة اضر كثيرا بمؤسسات الطوافة والعمرة الفنادق المحلات التجارية المطار كل جهات التي تضررت تستطيع الان ان تستفيد من حزمة المساعدات الحكومية وهذه ايضا خطوة ذكية نرجو ان نرى فوائدها ورجو ان تعمم على بقية الدول الخليجة طيب سيد اسامة ممعين اذا هناك ميزانيات خاصة في هذا التوقيت سواء من المملكة العربية السعودية من دولة الامارات ايضا هناك خطط ربما لم تعلن بشكل رسمي من باقي دول مجلس تعاون لدول الخليجة العربية لكن انت كيف يعني في العلوم الاقتصادية هناك دائما استجابة لمثل هذه الكوارث او الجائحات او المشاكل سواء طبيعية او غير طبيعية كيف ترى الاستجابة الخليجية لهذه المسألة وايضا هذه الميزانيات على اي القطاعات ستتركز في هذه الآونة والمرحلة القادمة طبعا عفان الله وإياكم وان شاء الله يبعد المرض عننا وعن دول مجلس تعاون دولنا جميعا ان شاء الله الوضع الذي اصبحنا عليه الآن في دول مجلس تعاون طبعا المرض متفشي بالدول المحيطة بنا طبعا ما يحصل الآن هو تداعيات التداعيات نفسية اجتماعية وكل هذه طبعا مع وجود طبعا السوشال ميديا والاشياء هذه زادت كثيرا من حدة المعلومات بالنسبة لهذا المرض وعليه فان هذه لها تداعيات اقتصادية مباشرة علينا التداعيات الاقتصادية اول ما تصيب تصيب ما يسمى المؤسسات الصغيرة الشركات الصغيرة المحلات التجارية الاسواق المولات كل هذه هي اساس من اسس الاقتصاديات الموجودة في اي دولة طبعا نسمع الآن الزموا بيوتكم لا تتحرك في المكان الفلاني الافضل ان تكون في بيتك في بيئة افضل هذا كله يؤدي الى ان كل هذه المؤسسات الخدمية في الريتيل بيزنس كلها تتأثر بصورة مباشرة ويكون لها طبعا تبعات اقتصادية سلبية جدا على الاقتصاد في المنطقة هنا طبعا لان هذه كارثة عامة كارثة في الدولة او الدول اللي وجد فيها هذا المرض فان يجب ان تتدخل هذه الدول او هذه الحكومات لدعم هذه القطاعات لان هذه القطاعات اذا انتهت طبعا او اذا انتهت دورها فانه اعادتها مرة اخرى الى العمل في السوق سيكون له طبعا صعوبة كبيرة جدا ففي هذه المدة التي نكافح فيها هذا المرض يجب ان يكون هناك خطط اقتصادية لدعم هذه المؤسسات المؤسسات المتوسطة والصغيرة Gatewater هي اساس الاطلاق اقتصاد في الدول النامية سيد اسام كيف تقيم عمل دول الخليج الان بدسبة لهذه الاجراءات الاجراءات بمجملها اجراءات فعالة اجراءات قامت مثال نعم وهذا شوف كل ما يتخذ من إجراءات له انعكاسات اقتصادية هذا شيء طبيعي إذا ما قامت بإجراءات صحية مئة بالمئة وحدت من اتشار المرض فإن إثاره الاقتصادية ستكون أضعاف ما هو عليه الآن فإحنا لما نقوم بكل هذه الحزمة من الإجراءات معا فإنه يحد من العوائق ويحد من التداعيات الاقتصادية الموجودة الآن المملكة العربية السعودية دولة الإمارات العربية المتحدة دولة الكويت كلها قامت بإجراءات لدعم هذه المؤسسات من طبعا الدعم مادي إرجاء للديون إعادة الجدولة دعم المؤسسات الصغيرة كل هذه لها طبعا أهمية قصوى لأن هذه الدول تعتمد على هذه المؤسسات بمجملها في اقتصادياتها عندنا في مملكة البحرين بدأت كثير من الإجراءات والحزمة الاقتصادية من خلال إعادة جدولة الديون دعم اقتصادي غيرها كل هذه العمليات لم تقم فيها دول كبرى في العالم لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تداعت من هذا الفيروس نحن كنا في مجلس تعاون سباقين دول كبيرة في هذا المجال طيب دعني أذهب إلى دكتور خالد دكتور خالد إذن نحن نتحدث عن ميزانيات ضخمة جدا ربما أكبرها المعلنة هو دولة الإمارات 100 مليار درهم مبلغ كبير جدا باعتقادك هذه الميزانية ستستخدم إلى أي الفترات يعني كم المدة الزمنية التي سيتم استخدامها فيها هل إلى مرحلة التعافي ويعني إعلان جديد من قبل منظمة الصحة العالمية بالنسبة لفيروس كورونا أيضا هل هذه الأموال ستشمل مسألة اللقاحات أو العلاجات أو حتى التدقيق الصحي في المراحل القادمة أم أنها مخصصة فقط للجانب الاقتصادي أنا أبدأ من آخر سؤالك هي مخصصة فقط لدعم المؤسسات المتضررة ودعم الاقتصاد المحلي أما ما تصرفه الدول على الصحة وعلى التعقيم وما تخسره هذه الدول أيضا من تكاليف ومصاريف هائلة في الوقت الذي ينخفض في أسعار النفط انخفاض ضخم يعني إحنا وصلنا إلى حوالي في الثلاثينات الآن السعر بعد أن كان وصل إلى السبعين وإلى الثمانين في أفضل أحواله ما في شك أن هذه الحكومات الآن تأخذ من احتياطياتها لتغطي هذه المصاريف ولكنها استثمارات مستحقة وواجبة لحماية شعوبها وإلى أي مدى دكتور خالد؟ إلى أي مدى يعني كم المدى المظور؟ في أخر المرحلة المرحلة الأولى هي المخصصة لدعم هذه المؤسسات المتضررة خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مدى الأسابيع القادمة أو ربما الشهور القادمة نحن بانتظار متغير مهم جدا وهو اكتشاف مصل لمواجهة هذا المرض أيضا وقف انتشاره عالميا نحن مرتبطين بالخارج في هذه المسألة وقد لا نكون يعني إذا كان منظمة الصحة العالمية لا نستطيع التنبؤ فلا نستطيع التنبؤ ولكن هناك مرحلة أخرى حتى لو تم خلال شهر أو شهرين احتواء الفيروس وعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي تبقى هناك الخصائر مترتبة على ذلك وكما ذكر ضيفك الكريم عودة هذه المؤسسات مرة أخرى إلى السوق يعني يحتاج إلى دعم أيضا من الدولة وهذا أعتقد أيضا سيستفاد منه في هذا الاتجاه طيب سيد أسامة يعني هذه ميزانيات ضخمة كما قال الدكتور خالد المصدر يعني الدخل الرئيسي لكثير من دول مجلس سعاون هو النفط الآن تنخفض أسعاره يعني هذا إلى أي مدى كل هذا يشكل ضغطا على الميزانيات الوطنية على المصاريف الوطنية وفيما بعد على مثلا عملية حتى دخل الأفراد وما شابه هل يشكل ضغطا في المرحلة القادمة باعتقادك هو شكل ضغطا من الآن وعلى فكرة سعر النفط تتجاوز نزل عن سعر الثلاثين يعني وصل إلى ستة وعشرين أكسور الآن طبعا هذا إذا تكلمنا نتكلم كما أسلفت عن المراحل هناك ثلاث مراحل المرحلة الأولى التي نعيشها الآن المرحلة الثانية هو استيعاب هذا الحدث وطبعا إيقاف أي تداعيات جديدة بالنسبة للعدوى من الفيروس وإيقاف هذا الموضوع من خلال طبعا أن نحصر هذا المرض في مكانه وأن لا يتزايد عندنا إلى فترة معينة وهناك المرحلة الثالثة وهو أن نكون على نفس المجال في المرحلة المتقدمة هذه المراحل تحتاج إلى دعم اقتصادي كبير لكن إلى أي مدى ستشكل ضغطا على المصاريف سيد أسامة هل تعتقد سيكون هناك تغير في هذه المصرفات المصاريف أخي الكريم هناك نوعين من الحرب إما حرب عادية عسكرية أو حرب ضد المرض الحرب ضد المرض هذه آفة أو هذه حرب كبيرة جدا لأن الذي يحارب الآن هو الشعب كله والحكومة متكاتفة معه فيكون هناك ضغط كبير جدا لمحاربة هذا المرض وللمد الآتين من الخارج لزيارة هذا المرض كل هذه تحتاج إلى مصاريف المصاريف كبيرة جدا اليوم نحول كل أبكانياتنا لدعم دولنا ضد هذه الحرب الكبيرة الآتين علينا من الخارج وهذه تحتاج إلى مصاريف كبيرة ويجب أن يكون هناك تكاتف بين دول مجلس تعاون الآن كقراءة اقتصادية سيد أسامة كي تتكاتف هذه الدول سأعود معك كقراءة اقتصادية بالأرقام في هذه المسألة لكن دعوني أذكر بهذا الخبر العاجل من وكالة الأنباء السعودية عن أمانة المنطقة الشرقية وأيضا في الرياض بضرورة إغلاق الأسواق الشعبية المراكز التجارية وأيضا جميع المقاهي ومناطق التنزه وما شابه بشكل كامل إذن هذا الإعلان قدم الآن من المملكة العربية السعودية في إغلاق المجمعات التجارية باستثناء محلات السوبر ماركت والصدليات بشكل استثنائي دكتور خالد أريد أن أعود إليك في مسألة المسألة الاقتصادية في هذا الجانب إلى أي مدى يجب على الأفراد أن يكون لديهم معي بهذه التغيرات الاقتصادية سواء كان من خفاض أسعار النفط أو ما تم تخصيصه من ميزانيات لدعم الاقتصاد الوطني القطاع الخاص قطاع العام بشكل عام وعي الفرد كيف يجب أن يكون خلال الفترة القادمة سواء المستهلك أو المستثمر حتى والآن بدأ المواطن يعي ذلك ولكن نحتاج إلى مزيد من الشفافية للتعامل معه ومع التاجر ومع المستثمر مع كل الأفراد المعنيين بما سيحدث في المرحلة الراحقة وهذا أيضا دور الأعلام ودوركم اليوم من خلال هذا البرنامج أن نوصل للمواطنين أننا كما ذكر الأستاذ أسامة أننا كلنا في هذه الحرب معا يعني الحرب العسكرية فعلا أنت ترسل جيش والذي يعانيهم ربما أفراد هذا الجيش ولكن نحن كلنا جيش وكلنا يد واحدة في مقاومة هذا الوباء وتحمل الأعباء يعني نرى ماذا حدث في بريطانيا ماذا حدث في إيطاليا في فرنسا يعني مناطق بالكامل هنا السؤال تقول الأعباء ما هي طبيعة الأعباء التي ستكون في هذا المستقبل على الفرد سواء من ناحية الاستهلاكية أو من أي ناحية أخرى دول خليج دول رعوية يعني هي ترعى مواطنيها تنفق عليهم تنفق على البنية التحتية لا تأخذ كثيرا من الضرائب منهم وبالتالي عندما يقل الدخل عند الأب يقل الدخل عند الأبناء فطبعا اليوم نحن أطلا نعاني من عجز في الميزانيات ومن خفاض من البترول ومن حرب اليمن وغيرها الآن زاد عليها هذا الأمر طبعا الله يعين الحكومات يعني في النهاية هي يعني ستعاني ونحن يجب أن نعاني معها ويجب أن ندرك لماذا نعاني أننا في هذه الأمر كلنا معا لكن هناك أيضا توفير من ناحية أخرى يعني الآن بدأ المواطن يعي أنه لا يستطيع أن ينفق على الترفية على الرحلات على السفر نحن داخلين على فصل الصيف يعني بالعادة الدول الخليجية والمواطنين يعني معظم ملايين يخرجوا إلى الخارج ببلايين الدولارات هذه كلها ستبقى داخل بلادهم ومزيدا من الوعي ومزيدا من الاستفادة من التقنيات الحديثة فتجعلنا حتى نتواصل من خلال الإنترنت من خلال وسائل التواصل نبقى في بيوتنا نبقى في تجمعات صغيرة هذا أيضا له مردود اقتصادي من حيث التوفير وبالتالي تتوازن الأمور ما بين الأعباء وما بين التوفير طيب سيد أسامة معين سأختم معك اليوم نحن نتحدث عن الحكومات في دعمها رغم كل المصاعب الاقتصادية مع فيروس كورونا نتحدث عن علاقة القطاع العام ربما بالقطاع الخاص وما شابه لكن اليوم ما المسؤولية أيضا الملقاه على عاتقي القطاع الخاص نتحدث عن تجار نتحدث عن شركات كبرى عاملة هنا ما الذي ممكن أن يعملوه لكي يساهموا في ربما مسألة مكافحة المرض مكافحة فيروس كورونا في كل في دولته في الخليج سأتي على هذا الجواب بمرحلتين أولا الحكومات دول مجلس تعاون أو الحكومة ككل الحكومة من واجبها أن توفر الأساسيات للمواطنين الأساسيات هي التعليم الصحة والطعام والماء طبعا وغلافه إذا توفرت الثلاث وسائل هذه فإن المواطن مإمكانه أن يعيش برتاح تعليم صحة وطعام وأكل وكذا كل هذه الكماليات ممكن أن نتوقف عنها لحد معين فهنا نخفف العبء عن الحكومة الحكومة تدعم هذه الأشياء فقط على المواطن أيضا أن يتحمل هذه الفترة القادمة نحن تكلمنا في بداية الحلقة الآن عن الشركات المتوسطة الشركات الصغيرة قطاع الريتيل القطاعات التي هي طبعا في البيع والشراء نتكلم أيضا الآن على كبار رجال الأعمال والمستثمرين وغرف التجارية والصناعية الكبيرة هذه الآن هي أيضا مرحلة مهمة جدا بالنسبة لهم كي يحافظوا على اقتصاديات الدولة التي يبنون كل اقتصادياتهم الخاصة عليها فيجب أن يكون هناك تعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام الدولة تصرف تلبي الأساسيات القطاع الخاص عليه أن يكون قوي لدرجة أن يزود المؤسسات التي تبيع الأساسيات أو تعمل في هذه الأساسيات كي يتم دعمها من الحكومة إذن هناك يكون تكاتف بين القطاع العام والقطاع الخاص كي يلبي احتياجات المواطن القطاع العام هي الدولة هي مجموعة من الأفراد في مراكزهم الحكومية القطاع الخاص أيضا المستثمرين أو كبار رجال الأعمال هم برضو مجموعة لكن القطاع الأعام والأكبر هو القطاع الشعب العادي هنا تكاتف هتين المؤسستين القطاع العام والخاص يلبي احتياجات المواطن الأساسية وهي الطعام الصحة والتعليم فقط أشكرك من المنام المستشار الاستثماري والخبير الاقتصادي السيد أسامة معين ومن جدة الباحث الاقتصادي والسياسي الدكتور خالد باطرفي شكرا جزيلا لكم